مائة وخمسة وسبعون ألف متجاوز على رواتب شبكة الرعاة الاجتماعية في العراق أكثرهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون في السلك العسكري هؤلاء يكلفون خزينة العراق أكثر من مائتين وعشرين مليار دينار سنويا رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقول إن هذا العدد من المتجاوزين ليس نهائيا وأن هناك أعداد أخرى من المتجاوزين يجري التحقيق بشأنهم اللافت أن حكومة السودان لم تستعد من هؤلاء المتجاوزين سوى واحد وعشرين مليار بينما يتبقى في ذمتهم للدولة أكثر من مائتي مليار دينار سيجري تقصيطها عليهم لمدة عشر سنوات بحسب تصريح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الذي لم يذكر شيئا عن أي عقوبات قانونية أو محاسبة لهؤلاء أو لمن سهل لهم الاستيلاء على أموال الدولة وبحسب مسؤولين حكوميين فإن حجم الفساد في رواتب الرعاية الاجتماعية كبير جدا ومنظم وأغلب المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية موظفون يتقاضون رواتب حكومية بالإضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية وهم كذلك يتبعون ميليشيات وأحزابا مشاركة في السلطة الأمر الذي يكشف عن قدر هائل من الفساد السياسي والإداري تمارسه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وأحزابها وميليشياتها هو نهب منظم لأموال الفقراء في العراق نهب تقوم به وترعاه أحزاب لم تكتفي بتقاسم المناصب الحكومية وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية وإنما انطلقت نحو تقاسم ثروات العراق كغنائم وتوزيعها على مسلحيها ومنتسبيها دون وازع من مبدأ أو ضمير بينما فقراء العراق الذين تتصاعد أعدادهم يوما بعد يوم يحرمون من حقوقهم القانونية في راتب يعينهم على مواجهة أعباء الحياة ويخفف شيئا من معاناتهم ترجمة نانسي قنقر